وزارة الصحة والسكان كشفت وجود علاقة بين الغداء والإصابة بسرطان الثدي نتيجة الإفراض في تناول الدهون الحيوانية ما يحفز إفراز هرمون الأستروجين والبرولو لكتين اللي بيعملان على تغيير المقاومة المناعية للثدي معرضاً إياه لنمو الأورام السرطانية وزارة الصحة أضافت أنه زيت السمك أوميجا 3 ممكن يقي الإنسان من الإصابة بالسرطان ويمنع ظهور الأورام ونموها أكدت أهمية الفحص المبكر للكشف عن الأورام وشددت الوزارة على أنه بداية من يوليو الجاي ستبدأ المبادرة القومية للكشف المبكر عن أورام الثدي في 9 محافظات بالمجان على أن يكون الكشف من خلال وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة في المحافظات المختلفة